تصعيد عسكري نوعيا تشهده جبهات التماسي بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في نهم أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة تحرير الجيش لمناطق الحول وجبال البارك وشعاب الشليف وسد بن عامر وقبل أيام تمكنت قوات الشرعية من تحرير مديرة بيحان وعسيلان في شبوة أما غربا وعلى امتداد الساحل الغربي فقد تم تحرير مديرية الخوخة الساحلية وحاليا تدور المعارك على مشارف مديرية حيس ماذا يعني هذا التصعيد العسكري مؤخرا؟ تقول المؤشرات أن هذا التصعيد يأتي بقرار من الرياض وأبوظبي بعد تلقي التحالف الضوء الأخضر للمجتمع الدولي في الأونة الأخيرة الجيش الوطني أعلن معركة أرض مفتوحة فينه نهمة التي توقف فيها الجيش قرابة عامين لصعوبة تضاريس التي حالت دون تقدمه ولأسباب سياسية كما صرح قادة عسكريون في أكثر من مناسبة فهل نضج الحل العسكري اليوم وأصبح الخيار العملية للتحالف والحكومة؟ خبراء عسكريون قالوا أن العملية الأخيرة المتمثلة بالتحرير ما تبقى من محافظة الشبوى واستكمال تحرير الساحل الغربي ستقطع خطوط تهريب السلاح الإيراني لميليشيا الحوثي وجود مناطق استراتيجية لم تحررها الشرعية والتحالف حتى الآن ولم يكثف فيها دعمهم العسكري يضع أسئلة استفهام كبيرة فجبهات مثل البيضاء ومريس وتعز وميدي يعلم الجميع أهميتها الاستراتيجية في ترجيح كفة المعركة لكن استمرار الجمود فيها يضع قرار الحسم العسكري أمام اختبار حقيقي على المستوى الدولي تجري ترتيبات حثيثة تحت الطاولة تتحرك فيها جميع الأطراف ففي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن على الجميع الالتفاف وراء الحكومة الشرعية ضد الإنقلابين الحوثيين أعقبه تصريح أمريكي أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا وبين هذا وذاك ستكشف الجبهات العسكرية خلال أيام المقبلة حقيقة القرار الإقليمي والدولي تجاه الأزمة اليمنية اشتركوا في القناة